ما حدش يقدر ينكر أن البودكاست فرد نفسه بكوة على السوشيال ميديا وده اللي خلى ناس كتير تهتم بمتابعة وسماع البودكاست بكل أنواعه سواء كان فني أو رياضي أو حتى اجتماعي ونقدر نقول أن البودكاست بقى جزء مهم في يومنا وعشان كده منورنا على هايدي طارق مؤسس البودكاست بالنقعدة عشان نعرف منها كل التفاصيل الخاصة بالبودكاست زيك يا هايدي؟ أهلا بيك نورتيني النهاردة يعني أنا مبسوطة أكتر وأنا كمان وإحنا غشينا من بعض كتير قوي قبل الحلقة وعطت معيتي حدا حلوة قوي نحية القعدة إياريتكت متسجلة بجد ومبسوطة ننتي معي النهار أنا أكتر والله طيب أول حاجة أسألة طبعاً احكي لنا عن بنا قعدة البودكاست ده جات فكريته منين؟ بنا قعدة أولاً نبين من الاسم يعني أنه هو اسم دافي جداً وأصلاً حتى اللوجو بتاعنا كنبة 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 بيت عادية جداً عارفة أنت في آخر اليوم لما الأب والأم والأولاد يتجمعوا كده على الكنبة حتى لو هنتخانق في الآخر مش مهمة بس هنناقش برضو مواضيع شغلانة شغل الأولاد شغل الأم شغل الأب بس لازم هنتكلم دي بقى كانت فكرتي أن أنا عايزة البودكاست يبقى مريح جداً من ديكور لضيوف المهم عندي أناقش الموضوع بطريقة المريحة اللي الشخص يقدر يستفاد يطلع من الحلقة لا والله أنا جات لي إجابة السؤال اللي في دماغي في الموضوع الفلاني طب تفتكلي البودكاست بتاعك بيخاطب سن معين؟ شوفي مش بيخاطب سن معين هو بيخاطب الأسرة لأن أنا فتحة قوي هو أوبن جايبها مشاكل للشباب جايبها مشاكل للكبار والمرأة والرجل والعلاقة ما بينهم والشباب الجيل الكونترست الباين قوي للدنيا كلها ما بين جيلنا ما بين الجيل اللي فات يعني دايما جيل أبهاتنا وأمهاتنا أنتوا جيل ما يعلم بيه لربنا لأ تعالى بقى قولي ليه؟ أنت عملت إيه؟ أنا مش عارفة أعمله لأ تعالى بقى مشاكلنا هي على الترابيز أنا إيشني؟ فبالنسبة كبيرة لأ فيه من شباب الكبار بيتفرجوا علينا الحمد لله